مساء الخير معكم محمد الشريف نهارده هنطلع ساعة مع حريفة على صفحة حريفة وشكرا على دعوة الصفحة للشدة أنا هستنى بس إن كنديتين علشان الناس تدخل الناس لو عايز تعرف ما تكلمين نهارده ونحن نتكلم إن شاء الله نهارده عن أمن المعلومات أمن المعلومات يعني مواضيع اللي هي بتهم أغلب الناس بتشتغل في مجالات تكنولوجي أو حتى مش مجالات تكنولوجي باتس يعني أمن المعلومات من الأشياء اللي هي مهمة جدا بشكل عام فأعتقد إن في ناس كتير ممكن تكون مهتمة تعرف أكتر عن الموضوع أنا كنت محضر بسيطة يعني أنا الناس اللي بتتبعيني أو عارفاني يعني من من حاجات تانية غالب ما ممكن تكون شاهدت هذه الهدف لكن هي الهدف منها بس إنها هي بتكلم في بيزيكس فالبيزيكس تبقى أبلاينج لأي حد يعني فحتى شاهدتها قبل كده يعني في اللي هي تعتبر مراجعة يعني فما فيش مشكلة لأنك أنت تتابعة تاني فخلينا طيب ناخد البرزنتيشو أوكي لو الصوت الصورة أو الصوت مش واضحين ممكن تقولوا لي أنا متابعة تعليقاتي لو في حاجة ستحصل يعني لو في حاجة حد محتاجة أو ممكن حتى في الآخر لو في وقت ممكن نجاو على أسئلة طيب موضوعنا نهارنا نهارنا نكالف المشيطة سيكوريتي و أمن المعلومات فيه طبعا الناس بنختم عموما بالشكل بالأمن المعلومات والأمن السيبراني اللي هو السيبر سيكوريتي الفرشي سيكوريتي تقدر تقول أنها يعني مبدأ عام السيبر سيكوريتي ممكن من الحاجات المتطبطة أكتر بالإنترنت لكن الفرشي سيكوريتي ما يبدأ عام يعني بيتوسع لما هو بعد مجرد الحاجات تحت الانترنت بس يعني الفرشي سيكوريتي فيه الانترنت وفيه ما هو غير الانترنت يعني هنالكالف التفاصيل دي برضو لكن عموما أمن المعلومات من الحاجات يعني سواء أنت تشتغل في التكنولوجيا أو تشتغل في حاجة تانية غالبا هتلاقي فصلك ما تكتعرض لها دي نبزع عني بسيطة أنا محمد الشريف أنا مهندس برمجيات حالياً مشتغل في شركة اسمها أكتر أكتر شركة صوفتوير بتعمل عنظمة تأمين دي الحسابات بتاعتي لو حد عايز تابعني في أي حاجة تانية هلو سهل هنبتدي دي الأجندة بتاعتنا النهاردة هنتكلم عن هنتكلم بشكل يعني مبسط عن وحنبتدي الأول بحكاية أعتقد من الحاجات اللي بتبقى دايماً بتريليت مع الناس أكتر الإجزامبلز والحكايات وكده فالحكاية دي من الحكاية الحكاية صحيح الإنفرش سيكريتي من الحكاية اللي بها الحكاية كتير يعني فناخد حكاية منهم هذه الحكاية دي عن شركة شركة اسمها كود سبيسيز شركة كود سبيسيز دي كانت موجودة من فترة يعني شركة بتعمل كانت بتعمل أنظمة كلاود اللي هي الناس بتحط على الكود بتاع البرمجة يعني حاجة كده زي جيد هب مثلاً بس للشركات يعني الشركات ممكن تشترك معاهم بحث أنها تحط الكود بتاعها عليها علشان يقدروا تشاركوا الكود ما بين الموظفين وكانت شركة نكحة جداً وبقال فترة مش قليلة وعندهم عملاء كبار يعني حتى شبه شبه يقسميهم موجودة فيديكس وميسيز ووراكل نحن نفس كتير جداً يعني فتقدر تقول إنها شركة نكحة للأسف حصل عليهم هاك في يوم الأيام والهاكر يعني اللي عمل الهاكر طلب فيديا رانسم علشان يعني يعني بيهددهم يعني اللي هو يتدفعوا لي كذا الشركة رفضت تدفع عادة إحنا لا مش هندسع الفديا فالهاكر ببساطة جداً مسح الشركة مسح إزاي بقى الشركة هو الشركة دي طبعاً لأنها موقعة الآخر على الإنترنت وموقع ده هستد على حاجة أمريكا امازون اي دابليو اس أو حاجة زي كده مش مهم هم هستد فين هو مهم أنهو وصل لمعلومات تخليه يدخل على صفحة التحكم بتاعت الموقع يعني وببساطة مسح الشركة من الوجود مسح بقى كل بيانات العملاء مسح بيانات القواعد البيانات بتاعتهم الـ كل الاعدادات بتاعتهم مسحة تماماً فطبعاً ده يعني خلى الشركة طبعاً مش قادرة تتصرف مش قارفة حتى توصل للوحة التحكم ما شايفو يحاول حتى يرجعوا البيانات وكان في أكار عميلاً خطأ تقن كبير جداً غير بس موضوعاً هما اتسربت معلوماتهم اللي هي تفاصيل الحسابات لكن كمان كانوا حطين الـ على نفس الحساب بتاع الامازون اللي هما بتستخدموه علشان يهوصوا الموقع فطبعاً الـ هاكر قدر يمسح مش بس الموقع مسح الموقع والرزقة احتياطية بتاعته الشركة لم ترجعوا من ساعتها يعني الشركة في خلال يوم وليلة انتهت من الوجود فطبعاً هذه نهاية مؤسفة يعني هذه نهاية اللي نحاول نتفادها يعني بكل التفاصيل اللي الناس بدأت عارفها عشان تبتدي أصلاً تطلع بيزنس من الوجود ومن العدم أصدر للوجود وتتعب فيه وموظفين تشتغل وناس وتجيب وعملة وكل في آخر مثلاً في 24 ساعة الشركة تختتي من الوجود هل هذا الوحيد هل هذا إكسترين يعني لا طبعاً هناك مثل كثير جداً جداً الحكايات مماثلة ممكن الناس تدور عليها بمراحتها يعني طبعاً شركة سوني من الشركات الضخمة يعني حتى مش بنكلف شركات صغيرة شركة ضخمة جداً وسوني تضربت أكثر من مرة وليس مرة واحد وفي النهاية لها كذا بيزنس فكل بيزنس منهم مرة ضرب بشكل مقتلط يعني سوني تضربت تعمل الأفلام والمسلسلات 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 تخصى عليهم من فترة يعني وتسربت أفلام ما تعمله لسه إذاعة وتسرب بيانات لممثلين وأجور وموظفين يعني كل البيانات التي عندهم تسربت بشكل كبير شبكة سوني بلاي سيشن نتورك الناس التي تلعب جيمز عارفها أكيد الـ PSN الشرك حصل لها أيضا تقريبا سنة 2013 2014 حاجة مثل هذا ويضا حصل للعمل التي تلعب أونلاين وتسربت حتى كريد كارد ساعته تخيل شبكة فيها ملايين المستخدمين كل الملايين المستخدمين بحسابتهم متسرب وفي ساعة الشبكة تقريبا وقفت حوالي قرب الشهر لا تستطيع تعمل ثاني لأنها لم يصلح المشاكل التي فيها هناك موقع ثانية مثل أشلي مادرسون وهذا كان موقع تفاصيل التفاصيل من التي تبقى محرجة فقط تسرب تارجيت مثل محل تجزئة مثل محلات مثل كارفور في مصر وهذا موجود في حداء كثير جدا في أمريكا يعني من أكثر محلات انتشارا في أمريكا هذا حصل قبل كده حاك على الترمينيز اللي هي الكشير المكان بتاع الكشير فكان كل سحبة كريد كارد بتتسجل في حد بيسجلها وبيبعث ها لمكان ما فطبعا برضو يعني أنا مش فاكرا أننا كان فقل في عشرات الملايين من الحسابات كريد كارد تسرقت على حس المخابرات يعني أو نعم المخابرات الأمريكا نشو السكيروتي يعني الأمن القومي كان عندهم موظف جوه الشركة يعني يقدر متعقدي معاه اسمه إدوارد سنودل لأنه لاستعرفه يعني هذا كان جوه اللي هو النشو السكيروتي أو أمن القومي وتحصل جوه على معلومات تحصل أنها الناس بره محتاجين تعرفها وهو نعم من الاكتفزم أو من النشاط السياسي يعني فابتدى يسرب المعلومات طبعا بغض النظر عن إذا كان هذا أخلاقية أو أخلاقية ليس هذه المشكلة سنتحدث من وجهة نظر أمن المعلومات فهذا يعتبر تسريب لمعلومات فندي المثال هنا بغض النظر عن متفقين أو مختلفين مع الموضوع يعني لكن هذا مثال لأن ليس لازم حتى الهجوم من بره ممكن يكون من موظف شركة أو من مفروض المؤتمن على الأشياء مثل هذا هناك أيضا شيء مثل Stuxnet هذا مثال نوع من العمليات الهجوم التي نسميها Cyber Warfare أو الحروب الإلكترونية الحروب الإلكترونية الحروب الإلكترونية Stuxnet عبارة عن فيروس التقمية ليس فيروس مثل مفاعل الزري إيران طبعا لا أحد يعرف بشكل قطع من الموضوع هذا لكن الناس كلها متكهنة وعرف إلى حد كبير أن تكاهنات الموضوع أن هي عملية مشتركة بين CIA و الموساد كانت بهدف أنها تعطى لمشروع نوع إيران و هذا تظهر من العملات المعقدة جدا لأن الفيروس كان مرحلة واحدة من الاتاك كامل لأن كان فيه تفاصيل كثير جدا كيف توصل الفيروس الجو المفاعل الذي هو غالبا معزو على الإنترنت وليه تأمين وكل حاجة وكيف توصل لها وكيف تستهدف نظام معين جو المفاعل أنت ليس هدفك توقف المفاعل النظام معين هو نظام التحكم ونظام التحكم التحكم ونظام تستهدف النظام بتحديدا بشكل معين وتوقفه بشكل معين أو طبعا هناك نوع من هدف معين من الموضوع التفاصيل في الموضوع للناس اللغوية للحكايات ستجد تفاصيل كثير جدا online التي أريد أن أدور عليها سيجد وفي لنك هنا للحكايات و و حاجات كثير ممكن الناس تحب التباعة هنا نحن كلمنا عن الكثير لكن نحن نفكر للناس أن الإنفروريش أو تقدر تقول الهاكينج الذي نحاول التفايدات بالإنفروريش الإنفروريش لكن الهدف الأصلي من الإنفروريش الإنفروريش هو التأمين حسنا لكي الناس التي تحبط التعريفات الرسمية يعني الإنفروريش الإنفروريش يعني ما معلومات التعريف البساطة ويقولك أن تحاول تحافظ على سرية المعلومات وسلامتها وقدرة على وصول لها دي أهم ثلاث أهداف ونشرح الأهداف قدام شوية بس الفكرة كلها أن أن تحاول تحافظ على السرية وتحافظ على سلامة المعلومات وسنقط بالتفاصيل كل الحاجات دي وحرية الوصول لها لو أن نستطيع استخدامها وفي طبعا حاجات ثانية مهمة غير الثلاثة دول حاجة لكن سنجد لها أيضا وفي طبعا تفاصيل مثل والتفاصيل والتفاصيل ولكن الأهم أن تفهم فكرة التي اخترت أهداف دول حسنا قبل أن نذهب في التفاصيل التي قلنا هذه سنضع مثال على نوعية التفاصيل التي تتواجه بشكل عام عندك الأشياء يسمى الاستخدام الذي هو واحد لم يكن مهتم أن لم يحاول يدور على مشكلة لكن المشكلة ظهرت قدامه بغير سبب يعني يحاول الوغن على حساب الإيميل لأي نفس ما دخل على حساب إيميل لحد آخر كان فيه غلطة في الصوفتوير مثلا دخلت على حساب آخر فهو تيكنيكلي لم يحاول يأتيك لكن الغلطة كانت من الفداحة أن ظهرت بشكل عشوائي لحد المشكلة فهذه من المشكلة التي يمكن تبدأ مشكلة وحد يجب الموضوع هذا يبدأ يستغله أو يبدأ يتكلم عنه لحد الثاني فالحد الثاني يستغله بشكل أو يكتب عنه أو فالأكسين توجه واحدة من المشكلة التي يمكن تواجهها على الترنت بشكل كبير يعني عبارة عن بوتس أو تقدر برامج شغالة بشكل التلقائي عملت تجرب على أي حاجة تلاقيها أي موقع تحاول تجرب عليه حاجات مشهورة مشاكل مشهورة يمكن تجرب بشكل أو تجرب على أي IP مفتوحة عليها مفتوحة تسكن طول النهار لا يمكن أن تلاقي شيء يعني يعني أو عارف قدامه احتمال مثلا واحد في المليون فهو يجرب 100 مليون مرة فهو عارف حاجات تخش في الوقز يجب كميات رهيبة من الريكوست التي لم يكن أي معنى غير إنها تحاول تجرب أي شيء هنا يمكن تجرب الناس التي تعمل في المعلومات ومن ضمن الناس التي تكتب بيبر أو يدور على مشكلة أو يشاكك في مشكلة لكن لا يوجد هدفه الضرر هو يوجد هدفه أن يعني يرجع ثاني لصاحب الموقع أو لصاحب التطبيق أو أي شيء ويقول لهم على مشكلة تفاصيلها وعلى أمل أن يصلحوها وبعد أن يصلحوها يكتب عنها في نشراته الدورية أو لو عند بلوغز أو شغال في مكان يبقى من ضمن النواتج التي تطلعها أو الأشياء التي تطلعها وطبعا يهتمم كشركة ساعدك في شيء فتتك شكرا للمساهمات وكذا فهذا يعلم قدره في المجتمع السؤال فالناس عموما ليس سيئة لكن أيضا لا تحتاج أنك لا تتوصل للمرحلة أيضا لو أحد جاء لك من بره يقول لك لديك مشكلة بائدوية فهذه أيضا ممكن تواجهها في حاجة سكريبت كتيز تقول عليهم النسخة قدمين من أوتومات المالوير يعني هناك ناس لسه لم يفهم أي تفاصيل أي إيجاب وإيجاب لكن يجب أدوات ممكن استخدامها برامج ممكن يجربها على موقع تحاول مشاكل يحاول يعمل دونال لف سيربس يعني حاجات كثيرة لكن هم لم يفهم قوي يعني ليس ملم بالعلم الذي وراء الموضوع لكن يحاول وغالبا ممكن يلاقي حاجات فهذا من الحاجات التي ممكن تواجهها يعني الموضوع التاكير دينك من الحاجات الناس تريد تخش في الخطورة بتاع لأن هذا ممكن يكون مثل الحالة التي تحدثنا عن في الأول الشركة كان له هدف من الموضوع أن يحاول يهاكي الشركة لكي يطلب فيديا فهذا لديه مادي أو أحد يحاول يهاجم مثلا مصنع يحاول يهاجم شركة ومفاعل زري وشيء تتكلم فيها فهذا خطر جدا وطبعا عندك الموضوع المجرمين يعني مثل الناس التي تعمل مثل الكريبتو التي تعمل كريبتو يعني التي تشفر أجهزة وتطلب فاليا من الناس دون مجرمين يعني من الآخر مع صباط لكي يلم فلوص فهذه يمكن الأنواع الشهيرة من الناس التي وراء المخاطر أو الحاجات التي وراء المخاطر التي يمكن تقبلها ماذا المبادئ العامة المبادئ التي تحكم أغلب الحاجات التي نتحدث بها بشكل بسيط نحن 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 المخابرات الأمريكية نحن نحن الاختصار أول حرف من كل برينسيب لكي نستطيع هذه أهم أثناء الأشياء سنكلم عنهم بشكل مبسط قبل كذا الـ السرية والـ السرية والـ المعلومات نفسها ما تتغير والـ وصول للمعلومات أو المعلومات تستطيع توصل لها الترجمة الحرفية للحاجات تبقى صعبة شوية دورت على كلمة availability لا تفهم المعلم العربي ولكن لو لا أحد لا تفهم سنتكلم بالتفاصيل قدام ولكن هذه ترتفع المهم هناك أخرى سنتكلم عنها السرية ما هي الـ الهدف بسيط جدا الحاجة السرية تبدو السرية الحاجة السرية ممكن تبقى باسورد حساب بنك رقم تليفون ممكن تبقى عنوان ممكن تبقى أي شيء مرتبط بالبزنس الذي تتكلم فيه يمكن البيزنس يعمل تصاميم مثلا ديكور فهو عنده تصاميم لا يريد أحد يوصل له أسرار ممكن تبقى أسرار لكن هو أسرار فالسرية ممكن تبقى نسبية ممكن تبقى مثل الأشياء التي تبقى الـ وكلم لا تحطره معامل يعني حرقها يعني لو سر لا يوجد أحد يعرفه لكن لا هي فكرة أن هناك يحتاج الـ يحتاج تستخدمها يعني مثلا أنا أسرار لكي يعرف لوجن أو أسرار لكي لا تستخدم لوجن فكيف أجعلها متاحة للناس التي لديها أو الناس المسموح لها لكي استخدم هذه فهذه نقطة مهمة جدا في الجول من الجول ستكون في انشاء هاي ما هي الأساليب التي نستخدمها لكي نحافظ على المعلومات أو نحافظ على السرين طبعا أشارها وممكن الأكثر الناس ممكن تكون توقعتها الكريبتو أو التشفير التشفير طبعا ليس فقط معناها التشفير وهو التشفير وهو التشفير وهو وهش كتير أوي تحت التشفير ولكن العلم اللي وراء الموضوع اسمه كريتوغرافي وهو علم التشفير وهو من أهم الأهم المستخدمة في التأمين المعلومات لكن هذا هناك شيء يسمى الـ 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 هذا ما هو تخصصنا الشخصي هذا شؤولي شؤولي هو الـ 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 و الـ كل الكلام هذا فهذا ما هو يحدد عليه كيف مين لي اكسس على ايه اكسس على التاكس تستهدف بشكل كبير الـ حاجة اسمها سبوف الـ الوضع مثل الاحتيال مثلا مثلا احد يتصل بك مثلا يقول لك انا فلان فلان من بنك مش عارف ايه انت بتتعامل معاه ويتحك عليك يفتكرك انه عارف انك انت بتتعامل مع البنك ويتصل وينتهى شخصية تحد بشغال في البنك عشان يسألك عن معلومات الشخصية من حسابك وينوانك فممكن يطلع منك معلومات لمجرد انه التحايل على الموقف هو في الاخر هذي منك المعلومات السريح منك انت شخصية بس بالاحتيال او مثلا يعمل موقع شبه جدا للموقع بشكل كبير جدا والعنوان شبه جدا الانوان بتاعك ويبعث لك لينك على اساس انت تشوف مع حاجة فتخش وانت بشيخ بالك تحط الوزن والباسور اللي بتوع فهو يوصل لهم فهو تحايل عليك وتحايل وتفكرك انك تلوج على الموقع بتاعك لكن هو اخذ البيانات بتاعتك مشكلة تانية انها مشكلة عندك في الموقع بتاعك او في الشركة بتاعتك انه صغرة بتسرر معلومات يعني مثلا انت حطيت التصاميم اننا قلنا عليه مثلا اضعتها في network share وnetwork share ده لم يكن عليه password فحد يعرف يوصل له يعني كانت غلط واحد وضعه بالغلط فحد يعني يوصل لمعلمات اللي عليه فالغلطات دي احنا نقول لها كده الناس ممكن هاردرايف في التاكسي حاجات كده بتحصل يعني بشكل كبير جدا يعني فالذي من المشاكل اللي ممكن تقابل الشركات وتخسر بها حاجات سررية بتاعتها يعني الانتجرية ممكن من الحاجات اللي بتبقى صعبة شوية في الفهم بس نحاول فيها يعني الفكرة انك انت تحاول انك انت تحافظ على دقة المعلومات بمعنى يعني مثلا انا دخلت على الحساب البنك بتاعي وحاولت فلوس مثلا انا حاولت 100 جنيه من حسابي لحساب واحد صاحبي انا عايز اتأكد ان التحول ده 100 جنيه فعلا مجيش مثلا حد في النص وغير المية خلالهم 200 مثلا او غير ديستينيشن خلالهم ليه هو بدل صاحبي فده المعلومات نفسها مش بس اتعرفت لا ده كمال اتغيرت فالتغيير ده ممكن اسوأ من ان حد يعرف المعلومات ان هو قدر يعمل حاجة انا مش متخنون اصلا فده هو بيغير في طبيعة المعلومات نفسها وده طبعا الناس سببال فانانشل عارفين الكلام ده ومن اللي طبعا اسالبهم في المرأبة ومتعبعة الكلام لكن التكنيس المستخدمة في الـ بشكل كبير الـ مهم جدا ونتكلم ماذا اتكلم قدام بس يعني دع فاكرها في حاجة ثانية نظر عليها في الكريبتوجرافي أو نمحن لديها حاجة اسمها الامضاء الالكتروني توقع الالكتروني يعني توقع الالكتروني من الأشيات المهمة جدا عرفيا تبديو الشيك لو حد لم يأمين يعني ممكن يعني يلعب في الشيك ويخليها بدلا من مية ويغير في الكلام ويغير انت ماضي على الحاجة فممكن يضحك على التيلر يعني ويضحك على البنك ويخد مية بدلا بيخد مية لكن الـ ما زيتها أنها تعمل أنها تضعط إمضة وخلاص لا هي تحسب المحتويات الـ ويدخلها في حسابات التوقية فلو أي معلومة تغيرت في الوثيقة التوقية لن يطابق فالتعرف على طول فده يجعل المحتويات القوية جدا أقوى بكتير جدا من أي توقية آخر أو المحتويات المهمة جدا في الموضوع هذا طبعا التاكس أو فكرة التاكس التي تهجم من التاكس هو التامبر التعديل أو التغيير في المعلومات أو التغيير بهدف سيء وليس التغيير بشكل توقعي أو التلاعب من معلومة الحرفية المحتويات هذا الهدف الثالث والمهم الفكرة أنك تحاول تجعل الجول بتاعك تحاول تجعل الهدف بتاعتك متاحة وتحاول تقلل شيئا اسمه التعليق بسيربس لن تقول مثلا أنك لديك موقع بتاعك الموقع بتاعك مؤمن بشكل كبير وجميل وعلى الناس بتستخدموه كل حاجة الأتاك لا يعرف أنه يغير في هذه الحالة لا يمكن مثلا هاكل موقع نفسه لكن من ضمن الضرر الذي يمكن أنه يمكن اكتشف أنك تتعامل مع مزود خدمة معين فبشكل ما يمكن أن يجعل الموقع بالنسبة بشكل أن يصل لهم يعني عمل مثلا في حاجة كثيرة مثلا يمكن تعمل في حاجات مثلا مثلا عفد الناس عمل مشاكل معينة فقدر يجعل الناس لا يستطيع أن تصل إلى الموقع الموقع لا يستطيع الموقع لا يستطيع مشكلة لكن يمكن أن يجعل الناس لا يصل بشكل أشكال كثيرة مثلا الناس تعمل موضوع لما تعمل login مثلا في موقع عشان يمنع الناس أنها تحاول تخمن الـ كان يقول مثلا أنت تحاول ثلاث مرات مثلا تكتب الـ لو عملتهم ثلاث مرات غلط نعمل الـ account يعني نوقف الحساب لحد لم نرى مشكلة الموضوع هذا فهي كفكرة لمحاولة أنك تمنع حد يخمن الـ فكرة كويس لكن المشكلة أنك فتحت مشكلة لكن يمنع صاحب الـ استخدم فهو يحاول لغاية او الـ فصاحب الحساب أصلا لم يكن يوصل فهو عمل مشكلة لصاحب الحساب لأنه يتصل بالشركة فهو عطله وخلاه لا يعرف ما يحدث هذا جزء من عملية كبيرة جدا يحاول يعمل بحيث أنه يقطع الخدمة على خط الناس كبيرة التي تفكر كما كانت بالتاكتك لما كنت تتصل بحد لو أنتم قفقت السماعة الخط يفضل مفتوح فكتب ممكن تعمل الحركة كثيرة ويرفع السماعة ويقول الصبح لأنه يرد عليه وقفل ولكن فاتح من عندك لن يمكن أن تصل به مفتوح لأن الخط هو مفتوح فهذه كانت المشهورة في الدونال اللي هو أنك أنت لا يريد لحد يوصل فهذا الأتاك المشهر لأنه اسمها ويستخدم ويستخدم ممكن أن يدخل أيضا لو أنت تغير في مفتوح أو حاجة أنك أنت تلعبت في مفتوح مثلا الاب في الـ وكلام هذا أنا كنت ممكن أن تجعل الناس توصل للأساسية لو أحد لديه أسئلة في الهنة من التكلم ممكن يزودها على وإن شاء الله سأحاول لو أصليها وأجاوب عليها في الآخر نتابع التكلم يعني بشكل 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 هناك شيء آخر من ضمن الأهداف الأساسية الثلاثة لكن هناك فرابع موجود ومهم أيضا اسمه non-reposition كلمة reposition ليس كلمة مستساغاها أو عارفها قوي فأنا سأحاول أشرحها هي فكرة reposition أنك أنك تستطيع تثبت أن شيء حصل وتبدأ أنني شيء بسيط قوي يعني مثلا أنني مثلا أنا مثلا أنا بنك مثلا فهي حد مثلا تصل حد الدعاء أنني حاولت فلوس من حسابي لحساب حد فلاني الفلوس لم يظهر مسمدة ورحت معي وصلت له حسي يعني أنا أدعيت الدعاء قلت مثلا يا جماعة أنا حاولت فلوس من حسابي لحساب صحبي الفلوس اختفت من حسابي الفلوس التي تحاول من حساب من حسابي ولكن لم يصل لحساب صحبي فأنا أريد أن البنك يرجع لفلوس جميل كيف البنك يرجع يقول هذا حصل لا لم يصل هذا سؤال يمكن يكون هايف تفتكير أنه هايف لكن مشكلة هذا هذا لأن البنك لا لديه وسيلة محترمة ومثيلة موسوك فيها أنه يمكن أن يقول لا الفلوس هاي أنا عندي لوج أو عندي يعني لكل التعاملات التي تحصل بتوقيتها وتاريخها وما حصلت منين ومين عملها وراحت منين التي جاءت لفين فأقدر أقول لك بدقة كبيرة جدا أنت عملت إمتى وراحت فين ممكن ألاقي نفسي كبنك مطالب أن أنا رجع للناس فلوس هم أصلا ما عملوه فده يبقى وسيلة للنصب يعني ممكن لو واحد اكتشف صغرة في الموضوع هذا عند شركة أو عند بنك أو حاجة يقول مثلا أنا طبعت ما عندك مثلا حاجة وما وما وصلتني او أو بعدت فلوس لحد وما لا تستطيع تثبتها فلوس هذا من الأشياء التي تصممها في الأنظمة بها بذات في العملية الحساسة جدا يعني لو مثلا يغير الوصول حد يبقى حاجة 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 مهمة فتبقى على الأقل عارف من العمل وعامل 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 مكان وكذا فتقدر أنك تجاو على السؤال هذا فقط يريد تكون الفكرة هذه وصلت ولكن هي شيء من الأشياء المهمة جدا في أمن المعلومات نون الربوديج حسنا نتكلم عن الأساسيات أمن المعلومات وسأتكلم عن المخاطر ما هي أنواع المخاطر التي يعملها بنفس الطريقة التي قمنا خذ اختصار رواسي للحكايات الأساسية في أمن المعلومات لدينا اختصار أخر اسمو سترايد وليس لم أكشفت العملية الاختصار لدينا أنه اختصار مشهور في الاندوستر يلخص أيضا أنواع المخاطر أو المخاطر أول شيء اسمها ونحن كلمنا عنها بشكل بسيط يعني يعني ما هو الانتحال أو التحايل تمبر التلاعب في البيانات الربودييشن لا يشارحونه الفكرة بالتحال الربودييشن الانفرميشن 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 التليل وهو أنك تمنع الخدمة عن د ولكن تعليص طلاحيات يقول نقال مثلا أنك مستخدم في موقع مستخدم عادي قدرت بشكل ما أنك أنت تخلي نفسك مثلاً أدمن في الموقع. ماذا تبقى التفاصيل التي وصلت في هذا المطادس؟ هذه تبقى التفاصيل الهاك نفسه. لكن النوعه هو هذا النوع. أنك أنت بدأت تتعلي صلاحياتك. فأغلب المخاطر التي في الحقيقة، التي في الواقع، تبقى ممكن أن تكون مكس من الأشياء من هذه الأشياء. يعني ممكن تلاقي مثلاً أحد يستخدم الـ أو عمل شيء بسلوب الـ عشان يوصل إلى الـ يعني مثلاً قدر يضحك على أحد يشتغل في الشركة ويقول لهم هذا أنا فلان فلان فلاني، ونسيت الـ password معي، فهما يعملوا الـ reset الـ password ويخش بقى admin في الشركة. يعني بهذا الشكل يعني. ستجدون أن هناك مكس من هذه الأشياء في الـ attacks الطبيعي، اللي هي الـ typical يعني. حسناً، الـ fresh security ليس مجرد شيء سترشها في الآخر يعني. هذه عبارة عن process أو عملية متكاملة. لها مراحل كثير. فمن أشهر المراحل الأولانية، المرحل الأولانية بزمان prevention. الـ prevention هو المنع. أنك أنت بتحقيل أصلاً أنك تمنع المشاكل من أصلها. وده بيبقى إيه؟ فيه حاجة كثيرة بتقعها تحتيه. مثلاً الـ awareness. أنا كنت لو دي شركة أو دي حكومة أو دي منظمة أو أي حاجة. أول حاجة أهم حاجة أن هم يوععوا الناس اللي عندهم في الشركة أو الموظفين أو الناس اللي حواليهم. يعني إيه؟ إنه نوعية المخاطر ممكن يوجهوها؟ إيه؟ ليه ممكن؟ ليه إحنا بنحتاج نطلب منكم تغيروا بسرطاتكم مثلاً. أو إحنا بنحتاج منكم أنكم تستخدموا Second Factor Authentication أو لماذا بنحتاج نطلب من هذه الأشياء؟ ففهمين أصلاً أنه نعمل مخاطر. علشان لو جات له شيء ليس في المنهج بتاعه ويفهم أيضاً أنه هناك مشكلة. لو أحد حاولتك عليه يبقى هو فاهم أن هذا ممكن يحصل. فما أشياء مغيب تماماً على الواقع. الـ Policy التي هي اللايحة على المكان. كل تفاصيل هذه ستكون مكتوبة. يعني هناك لايحة واضحة من المسؤول عن ماذا؟ يعني مثلاً أنت عندك أوفيسر أو عندك حد في الشركة مسؤول عن مثلاً لو حصلت إذا كان هناك حد في الشركة اكتشف أن هناك مشكلة أو عنده شك أن هناك مشكلة يعمل ماذا؟ يكلم ماذا؟ فهي عندك حد مسؤول. نحن مثلاً كشركة عندما نعين شخص ما الذي نحقه بعد أن هذا الرجل يتعين أو الإنسان يتعين يتحقون ماذا؟ وليس يتحقون ماذا؟ وعندما يمشي من الشركة ما الذي نعمله لكي نتأكد أنه هو الـ Access الخاص به راح فهذه كلها تكتب لكي تبقى معروفة ما الذي نعمله الـ Access Control أيضاً يعني أكيد الكلام عليها بشكل عام اللي هو فكرة أنت لديك Access عليه أو في كل حد لديه حق في استخدام ماذا؟ وكيف يتحكم في هذه الحقوق؟ يعني لو مثلاً حق بسيط مثل فكرة أنا أقدر أقرأ ولكن لا أقدر أكتب يعني مثلاً أنا ممكن أشاير دوكيمت مع أحد وأقول له أنت من حق تقرأها لكن ليس من حق تغير فيها فهو من حقه وكبني يادم أن يعرف المحتوى التي فيها لكن تغييرها لا تغيير ذلك من الناس معينة أو مثلاً في حساب تويتر الذي على الشركة لديك حق أن تكتب تويتس لكن لا تقدر مثلاً تغير الباسورد أو تقدر مثلاً تغير اللوجو يعني يبقى فيه حاجات معينة كده كل واحد له أكتب معينة فالشيء أيضاً يفكر فيها بشكل ويعي كده ويعرف يدي أكتب معينة على إيه طيب ثاني حاجة ديتكشن طيب دلوقتي أنا عملت كل ما أقدر عليها لكي أتحصل لكي أتحصل لكن فيه ممكن حاجات غزباً عني أيضاً تعد يعني فإنه أفعله لكي أكتشف هذه الأشياء لو حصلت ففيه طبعاً فيه أنظمة لو حصل طبعاً نوع الشركة أو حصل نوع المكان فيه أنظمة ممكن تحطها مثلاً لو أنت بنزل على أجلسة الناس مثلاً مثلاً فإذا على الأقل أحد من أساليب أنك إذا كانت مثلاً بالغالة تنزل بالمالوير مثلاً فالأنتي فيروس لو كويس سيألحق وإلحق الدنيا قبل أن الموضوع يزيد أو مثلاً لو أنت عندك نتورك فأنت ممكن تضع على نتورك مثلاً أبلايانس في أبلايانس ممكن تضعها أو أجهزة يعني توصلها بالنتورك مثلاً من دون الأشياء أيضاً فكرة اللوجز التي نعلمنا عليها أيضاً من قليل هذه الأشياء التي يمكن تتراجع وتفهم لو حصل شيئاً حصلت وليس فاهم من العملها مثلاً أحد تزود في السيستم اليوم فالأحد أنت تزود من هنا يقول لك لا أنا لم تزود أيضاً نفهم مثلاً أحد تستخدمها لكي يزود أحد ثاني في السيستم فتبتدي تقدر تربط الأحداث ببعض في طبعاً أن أحد يراجع هذا أهم من الكتابة أن أحد يراجع الوصول أنك بعد ما عرفت أن هناك شيئاً ستواجه هذا الموضوع يعني لكي لا تتواجه بعشوائية لو تتواجه بعشوائية ممكن تعمل ضرب أكبر فمن ضمن الحاجات اللي الناس بتعملها أنك تعمل حاجة اسمها رسبونسي بلان أنها بتبقى عندها يعني خطط مكتوبة مسبقاً عن حاجات ممكن تحسن نعمل إيه لو حصل كذا بزرعة الحاجات دي لحد ما تكست بوك يعني يعني مثلاً لو حد لقى أدمن ذات في السيستم نعمل إيه طب لو حد لقى جهاز ظهر ما نعرفش عنه حاجة نعمل إيه لو مثلاً الفيروس ظهر نعمل إيه حاجة كده بتبقى لها أشكال معينة وممكن نكتشف طبعاً ممكن أن البلانس تكون مرتبطة بيه أو تكون متضمنة لو احنا اكتشفنا أننا في حالة سيئة جداً دلوقتي نقفل السيستم إيه يعني دي برضو حاجات الناس تقفلوا إيه مثلاً عندنا أشياء كبيرة وفيها أنظمة وفي المصانع واكتشفنا في مشكلة ضخمة جداً محتاجين نشوتداون هنشوتداون إيه أصلاً؟ يعني بتعدي بأن الشوتداون هذا محتاج مثلاً سيريز أو أكشنز مش كلنا سعرفيها ومحتاج أبروفالز وناس تبقى موجودة عشان هي اللي هتأخذ القرار ده مش عارفين هم مين فتلاقي الناس بتبقى بتلف حوالي نفسها كده مش فهم إيه اللي بيحصل والوقت بيعدي كل ما الوقت بيعدي كل ما فيه حاجات ممكن يخسروها أكتر فمحتاج البلانس تبقى واضحة ومين مسؤول عن إيه فيها وإيه الخطوات اللي ممكن تتعامل وبتبقى كلها يعني مش بس بتكتبوا خلاص لا بتعمل عليها كمان أو بتعمل عليها تجارب يعني مثلاً مثل ما بتعمل مثلاً فاير دريل كده اللي هو لما يحصل يبتدوا مثلاً يعني يقولوا تخيلناً حصلت حريقة هنعمل ليه لما الحريقة تحصل فإنقولك مثلاً نحن تتحرك تلحوهات تلفورينية وبقى هنشغل الألارم وهنعمل كذا فايتدربوا على المواجهة الموضوع فنفس الحكاية في الناس الناس اللي بتوع الـ IT مثلاً أو ناس الـ software developers أو بتوع الـ network أو كده مفروض برضو إن هم بيعملوا دريل علشان يتأكدوا إن هم حطولوا في البلان ده ينفع يشتغل أصلاً يعني هو عنده مثلاً زرار يدوص عليه علشان يقطع الـ network مثلاً عن حتة معينة الزرار ده شغال أصلاً لا الناس اللي اتفرجت على المثلثة بشيرنوبل اللي يعرفوا الهتة دي يعني فالحاجات دي من المشاكل يعني فهي تعمل اسمها الفرونسك الفرونسك دي اللي هي اللي هي اللي هي المعنى الحرفي بها اللي هو زي الطب الشرعي والحاجات اللي هي المعمل الجنائي والحاجات دي ففيه زيه بالضبط برضو في الـ اللي هو إزاي نعرف نتتبع الأدلة لو نقينا مثلاً مشكلة إزاي نقدر نرجع للصورس بتاعها عشان ممكن تكون فيه صغرات كتير عايزين نقفالها بعد اللي حصل هذا فكيف نقدر نفهم الموضوع هذا فيما بعد الـ كيف تخلي نفسك بشكل كبير يعني تفضل تفضل مثل الفيدباك لوك بتاعتك وهذه طبعاً الأدلة التي قلنا عليها من الأدلة لأنك تأكد أنك دائماً عندك صورة الأدلة لو اكتشفت أن هناك صغرات في الأدلة بتاعتك أو صورات في الأدلة في أكشنس بتحصل ما بتعملها لأنها قد تزودها وفيه وفيه وهذا يعني حتى لناس ممكن تكون مهتمة بها الناس التي تعمل فريلانسر أو كده هناك ناس تعمل في الموضوع الـ وهو الـ 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 هذا من الأساليب المهمة التي الشركات أو المؤسسات تستخدمها لكي تضمن سلامة أو تضمن الأنظام بمعنى أن هناك ناس هدفها مثل الذين عليهم في الأول هؤلاء هو يدور على الصغرات وعندما يجدها يبلغ أنها على شكل تصلح فحسب حجم الشركة يمكن أن تكون شركة كبيرة عندها الناس تعمل أو يمكن أن تكون شركة متوسطة فتعمل هذا الموضوع مثلاً دوري مثلاً كل ستة شهور مثلاً متعاقبين مع شركة أو متعاقبين مع شركة ستعمل على الشركة أو على الأنظام أو عندما نظر شيء جديد نتأكد أنها أيضاً تعمل عليها هذا الموضوع ويجعلنا تقرير في الآخر ونرى التقرير ونصبقها فنحاول أن نحن سبقين بدلاً من اكتشف هذه المشكلة أو في وقت ما نصبقها فيه يبقى أن هناك متعاقبين معه وعرفين حدود الحدر يعمله ونستخدم التقرير وأن نحسن حسناً نحن نتحدث عن أغلب الأشياء هذه الموضوع والكلام فنحن نتحدث عنها بتفاصيل هناك حتة زيادة سنتحدث عنها واحدة سنتحدث عن التفاصيل وهو جزء على الموضوع وهو الفكرة أن تقدر تحدد من يعني فلان فلان يدار يعمل حيث عن حاجة فلان لكي تصل إلى موضوعات X-Control تعمل ثلاث حاجات تسمى Identification كل سواء أو أو مستخدم أو جهاز أو ممكن يكون برنامج في الشركة أي من هذه معرفة أو من تقدر على برنامج فتبقى عارف على الأقل هذا ماذا الحاجات ساعات 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 أو بني آدم أو برنامج ساعات 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 أتحق من شخصيته يعني دخل بسيط أو أخير سواء أو أو أخير أو بها أو أو أي أخير أخير آخر أخير أو أخير أو أي أو مثلاً مفتاح أو مفتاح أو مفتاح على الكارد أو معي سمارت كارد أو معي أي شيء مش مع حد تاني غيري أو شيء أخرى، حاجة فيك أنت مثلاً بصمة إيرس سكان، حاجات بالمنظر التي هي حاجة معرفة فيها فكل شيء من هذه الأشياء تسميها فاكتور فأنت ممكن تستخدم واحد أو أكتر فلو أنا مثلاً بعمل حاجة سنستيف قوي، ممكن أطلب أكتر من فاكتور ممكن أن يسميه Multi-Factor Authentication أو Second Factor Authentication فلو بسخطين اثنين، فتقول مثلاً أنا أحتاج منك تضع البصمة لتعرفك لكن بعد ذلك أحتاج مثلاً تضع البصمة لتعرفك أو تضع البصمة لتعرفك أو سأعطيك نتيفكشن على التليفون بتاعك وتأكد، فالتليفون هو شيء معك أنت فقط فمجرد زيادة التوكيد لتأكد أن فلان الفلاني الذي يدعي أنه هو فلان هذا هو فعلا فلان والأكتراتي، أخيراً أكدت أن فلان الفلان هو فعلا هل هو من حقه هنا من هذا الأكتراتي أو لا؟ أنا أكدت أنه هو فلان هل فلان هذا هو من حقه أنه يغير البصورد؟ هل هو فلان هذا هو من حقه أنه يعدل في هذا الملف؟ هذا هو المكان الذي يمكنك تحدد الموضوع هذا طبعاً يكون جزء من هذا المكان الذي تتحقق في الأنظمة وفي الوقف على الباب يعني يمكن أن يكون مثلاً واحد أمن واحد أمن مثلاً واقف على باب أوضة مهمة مثلاً فهو طلب تحقيق شخصية بتاعك وبصف فيها وقال لك أهو تماماً أنت كل شيء أنت فعلاً كما تقول لكن لا لك ستدخل هنا فهو عمل كثيراً تماماً كل شيء لكن ليس ستدخل مثلاً أنت جاءت بتسوق عربية ممكن معك تحقيق شخصية كل شيء لكن معك شخصة عربية معك شخصة سواء مثلاً فأهو أنت محققت أنت فلان 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 فعلاً وأيضاً الحق هذا ليس حق مطلق ليس للأبد أغلب الوقت الحق هذا ليه فترة زمنية يعني مثلاً أنت ممكن تخش مثلاً القوضة الفلانية مثلاً تبص على بيانات المدة منصف منصف ساعة وكذلك تطلع أو مثلاً أنت من حقك تسوق العربية فترة مثلاً الخمس سنين أو العشرة سنين بتقع رخصة العربية بتاعتك أو السوق بتاعتك لو الرخصة خلصت لازل أنت تجددها فنفس الفكر الوضع بيبقى أغلب الوقت ليه وقت نحن نقول لهم برضو فكرة بشكل كبير وفيه برضو هنا أفكار تانية للشركة في حاجات مثلاً اسمها الهوني بوتس تسعب تركب على النيتورك أو كده حاجات فيك يعني مثلاً ممكن حدي لو مثلاً أنا هاكر ودخلت على الشوكة على الداخلية على الشركة فستكشف النيتورك فكتشف مثلاً فيه شير مثلاً اسمه باسورد مثلاً وهو شيء فيك أصلاً ولكن أول ما تحاولت أكسسها الهوني بوت بيكتشف أن هناك أحد يحاول أكسس المكان فبيعمل أرار فده من ضمن الأشياء التي ممكن نستخدمها كأفخاخ يعني لكي تكتشف الناس التي تحاولتهم فبيعمل أبداً من الحاجات المهمة لكي تمنع حاجات المنزل أو إنك تضع على السيستمس على بيسيك مثل النيتورك أو النيتورك أو النيتورك مثلاً أنك تحاولتك أنماط معاينة للاستخدام فلو فجأة اكتشفت مثلاً الساعة 12 بالليل المفروض لا يوجد أحد في الشركة وتجدها مثلاً نتورك سبايك مثلاً فجأة أو يعني استخدام النتورك زاد فجأة أو الـ CPU 5 زاد فجأة فتجدك تشك أن يمكن أن يكون هناك شخص يسرع شيئاً ونحن لا يأخذنا بالنسبة لنا فهذه من ضمن الأشياء التي يمكن أن تتعرف عليها مع الوقت تجد تنبهك الأشياء من المنظر على الأقل تجدك كيريس أن تتطور وراء الموضوع تجد تقرأ لوجز أو تعمل أي شيئاً بعض الفكرة أنك كنت بالدزاين السيكيريسي بشكل طبقات وطبقات كثير قوي يعني ليس فقط هناك طبقة مثلاً هي الكورة التي تتحدث فيها الشركة مؤسسة فيها عندك اسمها فيزيكال سيكيريسي التي هي أنك كنت أصلاً عندك واحد يوقف على الباب أمن أنك كنت عندك إقفال كويسة عندك مثلاً ناس اكسس كنترول على البيبان والناس بدخلها دخلها كيف؟ الناس يضعها بدجات أو هي ماشية النوع هذا من الأشياء لأنه هناك حدث كثير جداً لشركات وبتعمل جداً في السيبر سيكيريسي أو في الحاجات التكنيكال سيكيريسي وفي الآخر ممكن أن يأتيوا تسرقوا من حد نطف الشركة سرق الأجهزة ومشي ففي الآخر لم تعملت شيئاً بكل أنك عملته هذا ومعلك الأجهزة نفسها فليس أن تأكد أن مثلاً السيكيريسي نفسها مضبوطة وليس فقط الفيزيكال بمعنى المباني والأشخاص نفسهم يعني الناس تبقى عندها توعية كويسة وفهمة اللي بيحصل والأشخاص من ضمن الأجهزة يعني أنا لو مثلاً عايز أعرف معلمات عن شركة معينة ممكن أقص على لينك دائماً أشوف مين شغل في الشركة دي فلاهي مثلاً فلان الفلاني اللي شغل في حتة الفرنية وفلان الفلاني اللي شغل في حتة نية بتتكلم معاهم أعمل اللي هو بيسموه سوشال انجينيرينج لأنني أحاول إيه؟ أتعرف عليهم ممكن أتطلع منهم معلمات وشوكتين بالهم وليما معلمات على هذا ما أقدر؟ كل ما بليما معلمات أكثر كل ما أعرف وسائل مختلفة ممكن أن أحاول يعني أتطلع بها الشركة دي أو مكان ده فإنك أنت تتوعي الناس اللي عندك أنهم يعرفون أنه ممكن يحصل يعني يبقى عندك نتورك سيكيريتي والبوبلك نتورك سيكيريتي يعني هناك لائرز كثير جداً بتركب على فوق بعض يعني عشان تحاول أنك أنت تبريفنت يعني المشاكل هنقول الكلمة عن أعتقد بالتفاصيل فممكن أن نفوت هذا الموضوع هناك أيضاً عن الوضع هناك فكرة هناك فكرة فكرة أي أنظمة لديك يجب أن تكون على المشاكل يعني لو لديك أو لديك أو لديك أو لديك أو لديك أو لديك هذا على أقل أنك تكون على المشاكل لأن هناك شيء ممكن تستخدم ضدك فهي أصلاً مشاكل معروفة ومشهورة ومحلولة حسناً ولكن أنت لم تفعل أو لديك أو لديك أو لديك فهي أصلاً فهي تحتاج أنك الناس يبقوا في هذه الأشياء في هذه الأشياء طول الوقت هذه الأشياء تتغير بشكل دوري لو لديك أو لديك أو لديك أو لديك أو لديك شيء من هذا المنظر يتجدد بشكل كبير لأنها تصربت لا تكون مفتوحة للأبد على الأقل ستكون فترة أو لديك أو هذه الأشياء صالحة عليها لكن بعد أن تتغير فكان من السرامة يعني أنك تغير هذه الأشياء بشكل دوري وتبقى دائماً متابعة للأشياء وتخلص لكي تغيرها أو هكذا هناك موضوع هذا الموضوع وهناك وهناك الشركات تسمى باونتي 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 الموضوع والسجارة أو المنزل يوجد كلها من المنزل للمنزل تبقى ستكون الأشياء حسناً، أعتقد أن أقرر أن نخلص، فمن ضمن الناس الذين تسأل أي أنواع الوظائف الموجودة في الـ Information Security، هناك طبعاً الـ Security Engineers، الناس الذين يبنوا هذه الأنظمة سواءً في الـ Software أو في الـ Networks أو في Systems أو في الـ IT أو أي شيء من هذه هناك الناس تعمل في الـ Cryptography، دول ممكن عددهم جداً في العالم، لكنهم موجودين طبعاً ومحتاجونهم جداً، الناس الذين يصمموا الـ Cryptography وغالباً في الجماعات وناس تقيلة في الماث وكذا، أو الناس الذين يتدور على صغرات في الـ Encryption algorithms الموجودة، دول ممكن أن يكون عددهم أكثر شوية، الآن ستعمل أغلبهم مثلاً في الشركات التي تشارل في الـ Security أو في الحكومات أو في الأماكن من المهتم أنها تصل إلى أن ترى الصغرات في هذه الأشياء في هذا المنظر في الـ Forensics، هؤلاء الناس الذين يمكن أن تكون شغالاً في الـ Freelancers أيضاً وأن هناك شخص يحصل عنده مشكلة، وليس عارف أن يجد حلها، أو ليس عارف أن يجد حلها أو ليس عارف أن يجد هذه الأشياء التي تدخلت كيفية، حصل التسريب لمعنواته، وليس عارف أن يصل إلى التسريب كيفية فممكن أن يجد شخص أحداً في الـ Forensics، يبدو أن يستطيع المشاكل مع بعض، سأقول لك أن هناك احتمال أن يكون حصل لك عن طريق البرنامج الفلاني أو عن طريق البرنامج الفلاني كان هناك مشكلة، فهذا قدت لمشكلة في حتة أخرى، فهذه الحتة الثانية كانت فيها صغرة أيضاً ويبدو أن يرسم لك الـ Path الجريمة التي حصلت له وPenetration Tester، نتحدث عن الناس الذين تعمل في الـ Printration System كما تقول لتـ Takeaways التي تحدثنا عنه اليوم، أو التلقيص، يعني أنك يمكنك تساعد المشاكل في الموضوع هذا الموضوع ليس بيضاً عن أي شخص، لو لم تضع الموضوع في دماغك، فهي أحد أخرى يمكن أن يستغلك، فهي يجب أن تضع الموضوع في دماغك، ويجب أن تجد طريقة أنك تصلح المشاكل التي لديك، السيكوريتي ليس مجرد برنامج تشتريه، أو ليس مجرد شيء تسطيبها، السيكوريتي ليس مجرد برنامج تشتريه، أو ليس مجرد شغالة، ليس مجرد أن الناس تكون مسؤولة عنها، الناس سيضائماً أضعف نقطة في سلسلة الأمن المعلمات، البناء المعلمين يعني، فمحتاج أنك تتوعيهم، وتمرنهم، وتفهمهم، وفي نفس الوقت تراجع المشاكل التي تعملوها، حتى لو حصل لا تستطيع أن تصلحها، كل شيء تعملها لها سيكوريتي أنجل، أي شيء تعملها، سواء تبيع شيء، أو تكتب سطر كود، أو تغير نتوور كونفجريشن، أو كل شيء لها سيكوريتي أسبكت، فمحتاج أنك أنت كبروفيشنل، تكون دارس الجزء بالسيكوريتي في حاجة التي تعملها، لكي عندما تعملها، تعملها صح، لديها مشاكل، يعني أنت من النهاردة مطور مثلاً، أو سوفتوير ديفلوبر، تعمل موقع لحد، والموقع ده فيه على الأقل، يجب أن تعمل التعامل، كيف ستتعامل مع الباسورد؟ كيف ستتعامل مع الباسورد؟ كيف ستتعامل مع الباسورد؟ فهي شيء من الأشياء التي تكون بسيطة جداً، ولكن في نفس الوقت، هذه هي شيء حساسة جداً، لو عملتها غلط، الموقع كله باي باي، كمطور مثلاً، ومع التوقف، مع أنجار المشاكل كلفاً، يعني أنك لا تبقى تفهم مماية общеهاكتور الوقت، وكما في النات Week، كمراجعة أخيرة، الاصطر وال engaged councils d expire وخطة والإعلام block والمبتأز أكمله، مراجعات أيرة أخرى، الأسواكد المصلة لديها فهو بهistine 일تادة، أعتقد أنني كنت أخلصت، فلو حد عنده أسئلة، أنا تحت عبركم ومعاكو يعني لو حد عنده أسئلة، لقد أمنع مثلاً من الأخير، فلو حد عنده أسئلة. أشوف لو حد شائرة البتاعة عندنا، فممكن أن يكون حد عندها سهل. لا أستطيع أن أسئلة، فلو حد عنده أسئلة في أي وقت تاني ممكن أن يبعث لي أسئلة على الفيسبوك أو على اسكفم، يعني كثيراً أجاوب على سعر اسكفم، هذا الحساب على اسكفم بتاعي، لو أسئلة أمس، دخلت البعض، لو اسكفم، اسكفم سلاش بش مهندس، لهذا هو، لو حد خالدي، يصل على اسكفم. أوبس، دعونا من أخذ الموارس، طيب، مثلا الناس بتقول أنا حضرت متأخر إن شاء الله المحاضرة ستكون موجودة يعني اللي ممكن ترجع وتتفرج عليها فمش مشكلة يعني الفيديو موجود يعني مش هيروح في حتة طبعا صعب أنك انت تلحق الفيديو في أول ويعني فلو لم تحيتوش ممكن ترجع تكمل وعليه عملا أعتقد أن لو لا يوجد أسئلة فممكن أن نكسب الوقت الفضل وأنكم تصبحوا على خير وإن شاء الله نراكم بعد